بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء وموساه إلى صهيب عبدالغان الشميري وإلى إخوانهم وكافة أفراد عائلتهم بوفاة والدهم السفير عبدالدكتور عبدالغان نصر الشميري سفير بلادنا لدى جمهورية اندنوسيا وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني المشرف في المجالين الإعلامي والدبلوماسي وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق موساته لأبناء السفير عبدالغان الشميري وكافة إخوانه وأفراد عائلته بهذا المصاب الأليم وأشاد فخامة الرئيس بمناقب السفير الشميري ومواقفه وأدواره البارزة في خدمة وطنه وشعبه وتفانيه وإخلاصه في كافة المهام الموكلة إليه خلال تقلده عديد من المواقع القيادية التي كان من أهمها شغله لمنصب رئيس قطاع الفضائية اليمنية قبل أن يتم تعينه في العام 2018 ميلادية سفيرا لدى جمهورية اندونوسيا وهو المنصب الذي ظل يشغله بجدارة حتى وفاته كما أثنى فخامته على إسهامات الدكتور الشميري بحركة التنوير الوطني على الصعيدين الإعلامي والنقابي سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمها أهله ودويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون